بالسينما للمدمنين هذا موضوع مهم جدا وهناك سأتعرض إلى مسلسل تحت السيطرة اللي كانت بطلته نيلي كريم وأحمد وفيق وأحنا كل ما نعمل ندوات عن العلاج بالسينما وعلى العلاج بالفون بنرجع لتحت السيطرة لأنه فعلا عمل مهم نحن بحكم أننا في شعوب عربية ومجتمعات ونحن أيضا مثلكم لا ترحم المدمن ولا السجين السابق ولا المنحرف ولا نسمح له بالاندماج مجددا في المجتمع ولا نساعده المجتمع يلفظ المدمن مع العلم وأنه وإن كان بالنسبة للمشرع والقانون هو مجرم فهو بالنسبة لعلم الاجتماع وعلم النفس هو مريض هو ضحية هو مريض بالأساس فكيف نعالج الإدمان يعني الإدمان عندما يخرج الإنسان من مرحلة الإدمان ويخرج من السجن البعض مثلا عندنا في تونس الحادثة حصلت من يومين مد من خارج من السجن كتب كتاب فكل الناس ثارت كيف يكتب وحن أدباه وأي واحد يكتب إلى آخره أنا من وجهة نظري أرى أن الكتابة والمسرح والرسم والسينما أول شيء هي متنفس طيب هي متنفس هو الإنسان المدمن عارف أنه عمل شيء غلط وعارف أنه المجتمع سيرفوضه فيحاول أن يجد نفسه داخل هذه الطبقة المثقفة هو يقوم بمحاولة أن يثبت ذاته أن يثبت أنه انصلح حاله تصلح يعني ويحاول أن ما كان يقوم به في الإدمان يقوم به في شيء جيد إن كان سواء الكتابة كانت جيدة أو سيئة هو يحاول نحن نعرضهم لنمازج من السينما عاملة إزاي يعني مثلا عندما تحدثت عن تحت السيطرة تحت السيطرة كامل المسلسل كانت فيه مساندة للمدمنين وإعطاء قيمة لورشات الرسم وورشات السايكو دراما هو لم يتعرض لسينما ولكن ورانا في كامل المسلسل كيف ينظر من نظرة جديدة في المجتمع المصري طبعا كيف ينظر المجتمع من جديد للمدمن على أنه مريض فورشات العلاج بالسينما مع المدمن لماذا نعرض له الأفلام نعرض له فيلم عن شخص مدمن لماذا لأن المدمن قلوا إحنا يحشم يستحي أن يتحدث عن نفسه عندما يكون مع طبيب نفسي هو يستحي هو ضعيف يستحي أن يقول أنا أستهلك كوكاين أنا أستهلك مخادرات أنا أعمل حقا فعندما يتفرج في مشكلة الإدمان في التلفزيون ويتناقش مع الطبيب النفسي فيقول له الطبيب النفسي تعرفت إلى هذا جاءتك هذه الحالة في وقت معين جاءتك هذه الاحتياجات أنا بس عشان الوقت بيدامنا يعني هو هذا يعني المدمن لا يمكن أن يحكي عن نفسه فنعرض له أفلام عن الإدمان هي التي تتحرك تحكي عن مشكلته بدون توصيف المشكلة لو دخلنا في دائرة الشيخوخة الزهايمر كل الأمراض التي تأتي لكبار السن ما هي أبرز الأفلام التي تقدم ولماذا ولماذا بالنسبة لزهايمر فنحن تقريبا نقوم بنفس التجربة العلاجية التي يقوم بها المعالج بالموسيقى المعالج بالموسيقى مشكلة زهايمر هي مشكلة ذاكرة بالأساس فمثلا عندما نعالج بالموسيقى نأخذ المريض ونعرض له أغاني مثلا من سنوات الأربعين أو الخمسين فهو حتى لو ناسي أشياء تحصل له الآن سوف يتذكر مثلا أغاني لصالح عبد الحي وعبد الحمولي وسيد درويج نحن نحيي فيه تلك الذاكرة الداخلية العقل الباطني نشاغله من خلال الموسيقى نفس المرحلة التي نقوم بها في الموسيقى نقوم بها في السينما فنرجع مثلا نشوف في أي فترة كان عنده عشرين سنة يعني أحنا مش بش نحطوله فيلم هو عمره سنة نحطوله الأفلام التي عاشها في فترة الطفرة بتاع المراهقة لأنه في العشرين والثمونتاش والستاش هي أكثر فترة يتابع فيها هو الفن نشوف لهو مولود في سنة أربعين نذهب إلى أفلام سنوات سبعة وخمسين غير الزايمار في إيه؟ الباركينسون شلل الرعاشي الباركينسون أيضا من الأفلام اللي يعني مشكلتها أنها عندها مشكل نفسي ومشكل عضوي ومشكلة مرضى الباركينسون أنهم لا يمكن أن يتحولوا إلى أماكن أخرى نمارس فيها العلاج يعني الباركينسون نقوم بعملية سينما العلاجية عنده في البيت مع وجود عائلته معه الباركينسون لا يتحرك عنده مشاكل في الإيدين مشاكل تصلب عضلات أمراض عصبية عصبية فلذلك يعني الباركينسون نقوم معه بنفس تجربة إزهايمر نرجع للأفلام القديمة ونتحدث معه تتذكر الفيلم هذا ماذا كان يعجبك؟ عمر شريف فايتم حمامة أنا لازم أختم أكتر فيلمي بتحبي إيه؟ أنا بحبه أيوة في حياتي أنا أيوة ده سؤال في حلقتنا النهاردة أنا بحب أحمد زاكي وبحب فيلم جامل عبد الناصر الناصر 6 خاص الله عليك كل شكرا لك الدكتورة ليلى بالرحومة عضو الرفضة الأفرو أسيوية للعلاج بالفن نورتينا وشرفتينا سعادة أبو جودك معنا النهاردة شكرا جزيلا لكم على الاستضافة إن شاء الله تكونوا استفدتم من فكرة العلاج بالسينما وإن شاء الله تتأسس أكثر وأكثر في مصر وفي الوطن العربي شكرا لك يا دكتورة وبنؤكد إن هذا الأمر لا يتم إلا تحت أشراف طبيب وإن الموضوع مش مجرد قائمة أفلام بنتعرض لها ولكنه جزء من علاج نفسي متكامل بيقوم بالطبيب النفسي مع الملد لا يا حال خليل نروح لفاصل سريع ونكمل ما تبقى من فقرات صباح الخري مصر شكرا لكم